خلال احتفالاً أقيم في ساحة القديس بوتروس بالفاتيكان وبمشاركة ألاف المؤمنين والمؤمنات القادمين من مختلف بلدان العالم أعلن قداسة البابا فرنسيس البابا يحن بولوس الأول طوباوياً مستذكراً في قداس إلهي بهذه المناسبة كيف كانت ابتسامته تعبر عن صلاح الرب بتشجيع الناس أن يتعلموا كيف يحبوا من غير حدود وأشار البابا فرنسيس في عدة القداس الذي حضره سيادة المطران جمالد عيبس مطران اللاتين في الأردن وعدد من مطارنة الشرق الأوسط إلى الحشود الكبيرة التي كانت تتبع يسوع الذي أعطاهم رسالة مليئة بالتحديات فأن تصبح تلميذاً له يعني تنحية الارتباطات الدنيوية جانباً وأن تحمل الصليب في حياتك إذ أن الحب يكون بالتضحية والصمت والوحدة كما يطلب منه يسوع القائل عش الإنجيلة وستعيش الحياة كاملة بدون مساومات وفي الختام شجع البابا فرنسيس المؤمنين أن يطلبوا بشفاعة البابا يوحن بولوس الأول أن نال من الرب ابتسامة الروح